ينقلنا مباشرة للأستاذة لقية أستاذ لقية هل تعظى المرأة بنفس فرص الشباب داخل المجتمع النهاردة؟ أولاً فيه ثلاث أقسام للمرأة في مصر المرأة العاملة فيه إمرأة قررت إن هي تشتغل واختارت الطريق تماماً زي ما هي عايزة في مجال معين وقدرت توصل بالشكل ده فيه مرأة تانية هي عايزة تشتغل بس مش عارفة هتعمل إيه أو ما لقيتش المكان اللي هي عايزة فاضطرت إن هي تشتغل أي شغلانة من حيث إن هي تحسن وضعها الاقتصادي وفي نفس الوقت تبقى هي شغالة وتحاول تحقق ذاتها والثالثة المرأة التي أجبرت على العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وبسبب محاولتها للمساعدة على تحسين وضعها ووضع زوجها الاقتصادي عفوا فدول ثلاث المرأة بشكل عام لما بنيجي نشوف مبارا الرجالة بتقول إن وضع المرأة وقدرتها على إنها تلاقي فرصة عمل أفضل من الرجل لكن ده غير صحيح تماما حتى الطبقة اللي احنا تكلمنا عليها الطبقة الغنية فهي تسع في المية فقط منهم بيشتغلوا في مؤسسات الدولة أو بيستطيعون هم يلاقوا شغل بشكل كويس لكن حقيقة الوضع جدا سيء نعم على علم إن المجتمع المصري نصين خمسين في المية خمسين في المية بالضبط فحقهم اللي هم أخدينه حسب ما حضرتك قلت تسع في المية هو ليس حقهم الطبيعي في العمل ده داخل مؤسسة الدولة وبس من الطبقة دي يعني من الطبقة اللي هي الثرية دي أو قريبة من السلطة طبعا لازم أنت مش هتقدر تشتغل إلا لما يكون عندك وسطة نعم يعني أنت زي ما شفت في الفيلم اللي عرضته من شوية البنت شغالة درست في جامعة كويسة جدا ومعاها كورسات عالية جدا ولكن ما لقيتش فرصة عمل علشان الشغل فنرجع تاني للسؤال اللي أنت سألتهني وهو أن هي لقيت الفرصة في العمل للأسف المرأة وضعها سيئ جدا لأن فرصة بتلاقي ولكن بتكون أقل بمعنى أنه إذا هتشتغل المرأة شغلانة فرضا سكرتيرا فلما قولك سكرتيرا طبعا ما احترامي لكل الناس اللي شغالين هتاخد مبلغ زهيد جدا نعم لكن في المقابل إذا جبت الرجل في المكان ده هيحتاج مبلغ كبير ومش يتقال عليه سكرتير هيتقال عليه ده مدير أعمال فلاني فلاني صحيح بيتم استغلال المرأة في الظروف العمل باستغلال حاجتها الاقتصادية استغلال بتتعرض المرأة لمضايقات واعتداءات من أرباب العمل بتصل للاعتداءات أو مضايقات الجسدية فالفرص مش متكافأة أبدا نعم فلما نتكلم عن مجتمع مصري مفروض أنه وصلنا مية واربعة مليون تقريبا خمسة في المية بس من المصريين الشغالين داخل من المصريات شغالين داخل الدوائر الحكومية وباقي النساء بتشتغل عدد النساء اللي هم شغالين في الأماكن أو العمل خارج المؤسسات الحكومية تقريبا بشكل عام في آخر إحصائية اقترب من 23% بيتراوح عمرهم من 15 سنة لحد 64 سنة نعم فالفئة دي بتشتغل مش بتلاقي شغل في المجالات اللي هي عايزها فبتضطر إن هي تشتغل زي ما عرضتم في الفيلم أي شغل بتلاقيه حتى لو الشغل ده مش مقبول في المجتمع يعني عاوزة تقول لنا إن بالفعل المرأة لا تحظى بفرصة عمل مثلها مثل الرجال أو الشباب في مصر ليه الجيل اللي بنقول عليه من بعد العشرين إلى الخمسة وتلاتين اللي هو في بداية إتاحة فرصة عمل داخل مؤسسات دولة أو حتى الشركات الخاصة خالي نمو